تخيل نفسك إن حطيت في جزيرة مهجورة وما فيها أي حاجة غير فريز مليانة بلحم ني وسكين الجزيرة ما فيها خشب عشان تولع نار وتشوي اللحم ويش بتسوي أهلا بكم في حلقة جديدة في قناة كافوكادو اليوم بنجاوب على السؤال ليش نطبخ الأكل الطبخ اللذيذ أحد أهم الشعارات المميزة لكل الحضارات لو يجيك أمريكي إلى السعودية بتضيفه بكبسة لو بيروح دالأمريكي إلى اليابان بياكل سوشي يروح إيطاليا ياكل ريزوتو بالرغم من توفر جميع المكونات الأساسية الطبخ هو الأداء اللي تميز كل هذه الشعوب وتعطيها طابعها الخاص الكبسة والسوشي والريزوتو كلهم يحتووا على الرز الأصول التاريخية للطبخ غير معروفة لكن أنا أتخيلها بهالطريقة نقول إن في قبيلة تعيش في الغابة كانوا أفرادها يأكلوا اللحم الني يوم من الأيام سعيد قعد يلاحق أخوه عيد بعصات نار ورماها باتجاهه لكنها أخطأ الهدف وأصاب الكوخ اللي القبيلة تخزن فيه الأطعم اللي صادوها وقطفوها وولعت النار في الكوخ بعد ما خمدت النار جو أهل القرية وشافوا الأكل كله احترق وقف عيدهم زعيم القبيلة وقال عقاباً إلى سعيد بنخليه يأكل الأكل اللي صابت النار سألهم منه بعد اشترك في الجريمة عيد منه بعد اشترك في الجريمة عيد منه بعد اشترك في اليوم الثاني لما الصيادين رجعوا بلحم ني وحان موعد الأكل عيد وسعيد جربوا وياكلوه وما استساغوه طلبوا من زعيم القبيلة أنهم يأكلوا اللحم المحترق مرة ثانية استغرب زعيم القرية أن هالولدين المشاكسين يبغوا يعيدوا تجربة كان من المفروض أنها تكون عقوبة فجرب زعيم القبيلة الأكل المحترق وعجبه ومن يومها قرر يفتح لمطعم شاورما بدل زعامة القبيلة وعوار الراس ليش عيد وسعيد ولاحقا زعيم القبيلة عجبهم طعم الأكل المحروق معينهم كانوا يأكلوه ني قبل الحادثة وفجأة لما جربوه محروق ما استساغوا الأكل الني مرة ثانية في عدة أسباب تخلي الأكل المطبوخ أفضل من الأكل الني بس خلينا نبحث عن الموضوع بشكل صحيح أول ما هو تعريف الطبخ؟ الطبخ هو عملية تجهيز ودمج مقادير وتعريضها للحرارة بغرض إنتاج طعام صالح للأكل يعني حتى الأندومي لما تسويه يعتبر طبخ اتجهز الأندومي تدمجه مع البهارات والماء وفي النهاية عرضه للحرارة عاده صالح للأكل أولاء هذا مو شغلي خلصنا من التعريف؟ خلينا النط على طول في صلب الموضوع وش الأسباب اللي تخلي الأكل المطبوخ أفضل من الأكل الني أول سبب هو تسهيل عملية الهضم خيل نفسك قاعد تعلج في قطعة ستيك نية بتقعد تمضغ فيها ساعة عشان تخلصها سبب صعوبة مضغ اللحم الني هو شكل البروتينات اللي داخله البروتينات هذه عبارة عن خيوط مترابطة ببعضها البعض كأنهم حشد الناس في سوق الخميس وانت تحاول تعبر من خلالهم بتعبر بعد المدافعة والمضاربة والملاكمة لكن في النهاية بتعبر يعني بإمكان الإنسان هضم اللحم الني ولكن بصعوبة عملية طبخ اللحم الني تفك البروتينات المترابطة وتخليها مستقيمة فتصير سهلة في الهضم بس ممكن قاعد تفكر وش دخلني أنا في عملية الهضم أهمشي الأكل لذيذ وهذا السبب الثاني اللي بذكره لو تفكر فيها غرض الطعام هو تزويد الإنسان بالطاقة والحيوية لتمكينه من ممارسة حياته بشكل طبيعي يعني تاكل عشان تعيش جسمك يحتاج عدد معين من السعرات الحرارية عشان يستمر في العمل خلينا من سالفة نسبة البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات اللي يحتاجها الجسم هذا مو موضوعنا نخليها مقتصرة على السعرات الحرارية اللي أبغى أقوله الندام المهم في استمرارية الإنسان هو كسب الطاقة من الطعام ليش نركز على مذاق الطعام؟ تقدر تعطي طباخين نفس المقادير بالضبط واحد منهم بيطبخ مندي 5 ستار والثاني ودك تعطيه 5 ستار بتحصل نفس القيمة الغذائية من أي واحد فيهم الجواب في مركب كيميائي في جسم الإنسان اسمه دوبامين تكلمت عنه في فيديو الله يستر علينا وعليه ما بغى أقول اسمه الدوبامين أو بما يسمى هرمون السعادة هو ناقل عصبي ينقل إشارات بين الخلايا العصبية كلما زاد هذا الهرمون تزيد نسبة التواصل بين الخلايا العصبية وبالتالي يشعر الإنسان بالسعادة يشعر الإنسان بزيادة الدوبامين مرتين وقت الأكل المرة الأولى لما توصل اللقمة إلى لسانة ويحس بطعم الأكل يتفجر في خلاياه التذوقية حامض من الليمون حار من الفلفل حالي من السكر مفاجآت وألعاب نارية من أول لقمة المرة الثانية لما يوصل الأكل إلى المعدة بالرغم من عدم أهمية الدوبامين في عملية تزويد الإنسان بالطاقة وجود الدوبامين في المعادلة يلعب دور كبير في تقبلنا أو رفضنا إلى طبخة معينة بعطيكم تحذير من الحين اللي قاعد يشاهد هذا الفيديو مع والدته يروح ينخش عنها لأني بقول أشياء تزعل كل واحد يعتقد أن أكل أمه أفضل أكل داقه هذه حقيقة يتشارك فيها معظم البشر طب خمي أحسن شي وما حد بيغير راي الكلام هذا صحيح بالنسبة لك أنت خلينا ندخل العلم في السالفة عشان يخترب هذا الحلم الوردي اللي عندك لو أخذنا مليون أم وسألنا أولادهم وقالوا أن طبخ أمهم هو أحسن طبخ بين المليون تعتقدوا أن كلهم كلامهم صحيح؟ مستحيل الأمهات في النهاية بشر بينهم تفاوض في مستوى إتقان مهارة الطبخ كيف كلهم بيصيروا في نفس مستوى الأفضلية في الطبخ؟ على التوزيع الإحصائي الطبيعي على الأقل خمسين بالمئة منهم طبخهم حلو وخمسين بالمئة مو حلو السر في اعتقادنا أن طبخ أمنا هو أحسن طبخ هو الاسوشييتف ميموري أو الذاكرة الترابطية أول عامل يقودك لاعتقادك أن طبخ أمك هو أفضل شيء هو العادة من الصغر وإنت تاكل نفس الطبخ من أمك مع الوقت تكون عندك ذكريات جميلة عن الأوقات اللي قضيتها مع أمك وأهلك بتكلم عن العامل الاجتماعي في النقطة اللي بعدها طبخ الأم ما هو عبارة عن مجرد تزويد الأولاد بالسعرات الحرارية طبخ الأم هو تعبير لحب الأم لأولادها الله يخلي أمهاتنا ويعطيهم الصحة والعافية قلوا آمين لما تاكل أمك اليوم وبكرة واللي بعده الذاكرة الترابطية تلعب دور بتذكيرك بكل هالمشاعر الحنونة وبالتالي نسبة الدوبامين تكون أكثر من مجرد أكل طعام لذيذ بحد ذاته بس خلي العلم على جنب طبخ أمي أحسن شي وما حد بغير راي دامن نحن نتكلم عن الأكل الأكل يعني دايت دايت يعني رياضة رياضة يعني خطوة لكل مشترك التحدي اللي قاعد يقط نفسه في نصف فيديوهاتي من وقت لما بديت التحدي نزل وزني 6 كيلو أشكر المشتركين في القناة على دعمهم المستمر حرفياً اشتراككم في القناة قاعد يغير حياتي الجانب الاجتماعي في الطبخ لما الناس يشوفوا واحد ياكل لحاله يستغربوا منه نفسية ولا انطوائي ولا مسكين ما عنده أحد ياكل وياه ليش؟ أنت لما تاكل ما تخلي أحد يمضغ الأكل وبعدين يعطيك إياه عشان تبلعه زي العصافير آسف على الفكرة المقرفة لكن الأكل شي تسويه لحالك انت اللي تشيل الملعقة وتأكل نفسك ما أحد يساعدك مو يقولوا كل مما يعجبك ولبس مما يعجب الناس الأكل عملية أنانية حتى لو كان يشارك فيها أشخاص آخرين إحنا صحيح جالسين مع بعض بس كل واحد يأكل حصته أو من صحنة غير عن الأبهارات الحرفية اللي نحطها في الأكل الأكل يصير أحلى بالبهارات المعنوية جامعة أوكسفورد بحثت في سبب حبنا للأكل مع الآخرين تبين لهم أن الناس اللي يأكلوا مع أهلهم وأصدقائهم يحسوا بمستويات أعلى في السعادة صحيح أني قلت أن الأكل عملية أنانية لكن أنا كنت أقصد الجانب الحيوي فقط من البديه أن الأكل فيه مشاركة على نطاق الجانب الاجتماعي فيه فرق لما تقعد أنت وأهلك على طاولة شهر رمضان وتقعدوا تسولفوا وتضحكوا كل واحد يقدم الطبق اللي طبخه وبين واحد مسكين توم تغرب وفي شهر رمضان يأكل سندويتشة جبن على السرير في سكن الجامعة الحمد لله على النعمة الجمعة في الأكل تعطي طابع ثاني إنحب نشوف غيرنا يأكلوا إنحب نشاهدهم يأكلوا إنحب نشوفهم يحشوا بطونهم أكل أتصور عرفته وش اللي قاعد ألمح له قنوات الأكل أنا أول ما شفت الظاهرة هذه استغربت ليش الناس تحب تشوف واحد يصور نفسها يأكل وش هالقرف؟ بحثت في الموضوع عشان أختصر عليكم السبب يكمن في نفس النقطة اللي أتكلم عنها مشاهدتنا للفيديوهات تعطينا شعور بشكل اصطناعي إننا إحنا نشارك غيرنا في مائدة الطعام لهذا تشوف في تحديات الأكل أكل 300 سنبوسة أكل 50 أندومي وغيره نرجع للسؤال اللي سألتك وياه في بداية الحلقة تخيل نفسك إنحطيت في جزيرة مهجورة وما فيها أي حاجة غير فريز مليان بلحم ني وسكين الجزيرة ما فيها خشب عشان تولع نار وتشوي اللحم وش بتسوي؟ أكيد ما بتاكل اللحم ني لأنه فيه احتمالية كبيرة أن يصيبك تسمم وساعتها ما فيه مستشفى تقدر تروح له فلازم تطبخه المعروف إن اللحم يحتوي على بكتيريا ضارة والطبخ هو الوسيلة الوحيدة للتخلص منها درجة الحرارة المطلوبة لقتل البكتيريا في اللحم 62 درجة مئوية أول مصدر حرارة بتفكر فيه هو الشمس الشمس حرارة ويحتاج حرارة أقول لك لا أعلى درجة حرارة في الأرض سجلت في التاريخ ما تتعدى 57 درجة مئوية ما تكفي فيه اختراع اسم الفرن الشمسي بس هذا عبارة عن عدسة كبيرة تجمع ضوء الشمس في مكان وتركيز الضوء يعطيك حرارة كافية بس ما عندك انتدى الاختراع الحل اللي ما يجي على البال هو إنك تطبخ اللحم باستخدام الفريز نعم من أهم قطع الفريز هو الكمبريسور لما الكمبريسور يشتغل عشان يبرد الأكل اللي داخل الفريز ترتفع درجة حرارته وقد تصل إلى 150 درجة مئوية اللي عليك إنك تسويه إن تستخدم السكين عشان تفتح الفريز وتطلع الكمبريسور وتنزل درجة حرارة الفريز إلى أقل درجة عشان تهلك أم الكمبريسور وبالتالي بترتفع درجة حرارته حط الستيك عليه وبالهنة والعافية أرجو إنكم استفدتوا من موضوعنا هذا الأسبوع قلت نغير شوي عن الحلطة ما ونتعلم حاجة شاركوني أفكاركم عن الفيديو في الكومنتات وإلى اللقاء